احد الاصدقاء احد الاصفير والفخ عندنا يمكن في مصر عندنا مش عارف في اسرائيل وفلسطين عندكم نفس الفخ وينصوا بالفخ ويحط حبة غلة عشان العصفير تيجي وتاخدها لما ييجي بيمسكها الفخ فقال لبنتوا ان الجد عارف القصة بتاعت البشر ان هم بينصوا بالفخ فالجد قال لأولاده اللي هو زي الأب والأم الجد بيقول لهم للوالدين من العصفير خلي بالكم وانتوا بتروحوا تلتقطوا الحبوب البشر بينصوا بليكم فخ فلما تيجي تاخد الحبة قبل ما تاخدها امسك جشة بالمنجار وحرك الحبة دي لو جفلت هتكفل على الجشة بجانتا باجت في أمان تبعد عن الفخ لكن لو انت عملتها بالمنجار بتاعك على طول هتاخدها هيكفل عليك الفخ تلقيصا للقصة العصفير ما سمعتش كلام الجد وابتدت تاخد الحبوب من الفخ مباشرة من غير ما تجرب الحكاية دي فجفل الفخ على العصفير الأول التاني حاول يساعده فيه فخ تاني منصوب جفل عليه فخدهم الصياد وحطهم في جفص لأنه عايشين في جفص وبيأكلهم ويشربهم فباضوا ففجست البيضة باجت عصفير صغيرة العصفير الصغيرة كبرت عايزة تطير لكن هي موجودة في الجفص هل العصفير الصغيرة أكلت من الحبة هل اشتركت في خطيط والديها بالفعل لا بس الحالة اللي تولدوا عليها هي حالة الخطيط إنه في الجفص مش هيقدر يطير غير لما حد يفتح له الجفص من برة ما يكونش عصفوش العصفور مش هيعرف يفتح له الجفص وده نفس الفكرة إن أنا في الحالة اللي ولدت عليها يا حالة الخطيطة اللي أخطى بيا آدم لأني أنا ابني لآدم آدم كان بيمثلني فأنا محتاج حد ما يكونش من الجنس البشري لكن يمثل الجنس البشري وده كانت فداء المسيح اللي هو جاء وفعلا أعطقنا من عبودية المسيح الكتاب المقدس بيعلمنا وبيقول في رسالة العبرانين فإسقط شارك الأولاد في اللحم والدم اشتركوا أيضا كذلك فهمة لكي يبيد بالموت داك الذي له سلطان الموت أيبليس ويعطق أولئك الذين كانوا كل حياتهم خوفا من الموت تحت العبودية فإحنا بنشوف الهدف من مجيء المسيح فأنا مش هقول هل من العدل الإنسان فاسد بطبيعته لو أنا هتكلم عن العدل هل من العدل الإنسان يكون في الحياة وفي الوجود أصلا والإنسان موجود لأن الله نفخ فيه شوية طراب الله نفخ فيه مصارى آدم نفسا حيل فعشان كده أنا بشوف أن الله دايما بيعمل كل شيء لخير البشرية لخير الإنسان لأنه هو مش خالج الإنسان عشان يعزبه ده خالج الإنسان عشان يمشي في طريقه ويطيع إرادته وعشان كده لما الإنسان سقط دبر لي الفداء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر